طاقات جبارة وامكانيات كبيرة أثبت من خلالها الكويتيين من جميع الفئات على مدى قدرتهم على الإبداع والنجاح في جميع المجالات اللي شاركوا فيها ضيفنا اليوم صاحب ابتكار ممكن يكون غريب شوية لأنه خاص بالفلك ابتكار جهاز لوحي صغير متخصص للتحكم بالمعدات الفلكية رح نتعرف على هذا الجهاز وأهميته مع ضيفنا اليوم في الستيديو جاسم مطلق حياك الله معنا حياك جاسم يعني في البداية عرفنا على ابتكارك جهازي عبارة عن جهاز مدمج صغير إمبدد اسمه ستيلر ميت وهو يعتبر جهاز متخصص بميكنة وتحكم بالمعدات الفلكية في المراصد المقصود فيه يعني المعدات داخل المرصد سواء كانت من مناظير وتلسكوبات كاميرات متخصصة محللات أطياف نعم قباب إلى آخره هي هو يقوم بميكنتها وتحكم فيها لأجل جمع البيانات العلمية اللي يحتاجها الفلكي لأداء أبحاثه نعم جميل إذن فكرتها الأساسية شلون اخترت على بالك يعني هو ما كان وليد اللحظة المشروع الصال اللي أنا أشغل عليه من سنوات بديت فيه من أنا كنت في أمريكا كنت قاعد أدرس في الجامعة أنا تخصصي رئيسي كان هدست كبيوتر والمساند كنت ماخذ علوم فلك فحبيت أدمج العلمين مع بعض الفلك مع علوم الكبيوتر وبدأت أشتغل لأنه شون أقدر أربطه مع بعض وهني بلأت هذه الفكرة نعم دراستك وتخصصك في هالمجالين ساعدك وايد في تنفيذ المشروع؟ طبعاً هذا كان شيء رئيسي مثل ما قلت لك أنه تخصص المساند كان فلك فكان وايد شيء مهم أن يساعدني أن أطور هذه الفكرة وأشتغل عليها من أي عام الجامعة لأحد يومنا هذا طريباً فوق العشر سنوات وأنا أشغل على المشروع نعم من أهم الأشخاص اللي رح يستفيدون من هذا الجهاز؟ أوكي سؤال ممتاز هو ممكن يكون أشخاص أفراد اللي هو يكون عادة أنهوات فلك أو الناس اللي بيسون اكتشافات للكون بأي طريقة من الطرق وعندهم معدات يتحكمون فيها هذا الجهاز يجعلهم يتحكمون معداتهم بطريقة سالسة اقتصادية عن طريق الموبايل مثلاً لا يحتاج إلى كبيوترات كبيرة أو ضخمة أن تساوينا هذه العملية الجهة الثانية هي الجامعات العلمية اللي عندها مراسط تعليمية أو المراسط المتخصصة المحترفة في أمريكا أو أوروبا أو أي موقع ثاني في العالم يستخدمون هذا الجهاز فالتحكم كل يصير عن طريق الموبايل؟ مو شرط الموبايل جزء من أنواع التحكم ممكن يكون عن طريق الموبايل ممكن يكون عن طريق الوبسايت إذا فيه ووبسايت معينة يحطونها أو عن طريق الكبيوتر هل هو مرتبط بأبليكيشن معين؟ نعم هو مبني على أبليكيشن أبليكيشن أنا بديت أطورها من عام 2012 أسمها إيكوس وهذه الأبليكيشن هي اللي تقوم بالعملية الروبوتية خلنقول يعني يعني الراصد الآن باستخدام إيكوس باستخدام الجهاز يقدر أنه بس أنه يحدد شنو الجرم اللي بيتابعة شنو البرامتر زي بيحطها يعني كم مدة التصوير البيانات يحصلها وبس يخلي الجهاز هو يقوم بعملية المتابعة والميكنة كله بروحها بسخرام مثل أوتفيشل انتلجيسة وذكاء اصطناعي هو يقوم بكل عمليات وآخر شيء يقوم من الصف يلقى البيانات جاهزة حلو حلو إنزيل إذا بنتكلم أكثر على الفوائد والمميزات في هذا الجهاز تحديدا في واحد فوائد أحد الأشياء للفوائد أنه متنقل ما يحتاج أنه يكون مكان واحد إذا شخص قرر أنه يروح البر مع معداته مثلا أو يروح أي مكان ثاني ريموت يأخذ معنا الجهاز الاقتصادي مو مكلف مثل الحلول الأخرى في بعض ميزة وايد مهمة أن الكود اللي فيه البرامج أنا طورته يسمونه الكود المفتوحة أو أوبن سورس والأوبن سورس يعتمد أن الكود مع البرنامج اللي يكتب يكون متوفر للجميع فالجميع يقدر ينزل الكود ويقرأ ويعدل عليه فهذا اللي أتوقع أكثر شي ساعد في نجاح البرنامج أن الكل عنده آكسس ويقدر يشوفه ويعدل عليه بدال أنه بعض البرنامج تكون مغلقة وما تدري أنت شون كنت تشتغل الزين التكنولوجيا المستخدمة في هذا الجهاز شلون قدرت أن أنت الطورة بديت فيها عام 2003 تقريبا التكنولوجيا اسمها أندي هي خاصة شلون أن تتحكمين بالجهاز شلون تتواصلين مع عدرق مثلا يو اس بي أو الإيثنت أو الوايرلس شلون المسجز الكمانز والأوامر تروح وترد طبعا فيه واي تفاصيل تغنية أنا ما أقدر للأسف أدش فيها طبعا الحين بس بدأ وبدأنا ندعم يعني بعض الجهزة البسيطة أول شي ونزال للدعم ونزال للدعم ونصعدنا أننا وعندنا ويشركات هي التي تطلب أن نعطيهم دعم حق جهزتهم جميل في هذا البروتوكول البروتوكول حاليا موجود وموجود على الإنترنت وأي شخص يقدر ينزله مجانيا نعم جميل من خلال السؤال ذكرت لنا على تكنولوجيات إيكوس نعم ممكن توضح للمشاهدين عن وظيفتها الوظيفة الرئيسية هي ميك كنة المراسطة الفاركية ماذا نقصد بالميكنة؟ لكن بعد كلمة ميكنة يفكرون مثل أشياء الحكومية ميكنة الخدمات ميكنة أنه في مصطلح ثاني يسمى أوركستريشن أنك تناغم حتى كل المعدات الفلكية لأجل أنك توصلين لنتيجة علمية معينة يعني مثلا أنا أريد اكتشاف سوبر نوفا أو النجوم منتفجرة عشان أصل إلى الاكتشاف لازم أسوي عمليات معينة نطالع سماء بوقت معين وحل الصورة وأشوف إذا فيه تغير في الصورة في البرايتنس ما للصورة فمن خلال كل هذه العمليات نحن نقدر نوصل لحق الهدف العلمي وإيكوس هو العقل المدبر لكل هذه العمليات العلمية هل هناك مميزات معينة في هذا النظام؟ فيه وائد مميزات النمجاني هذا يمكن أكبر ميزة في البرنامج وعشان شيذي هو وائد مشهور بالجامعات العلمية ومرافز البحاث ميزة مثل ما أقوله هو يعني أن تقدرين نضيف إلى ميزة أي جهاز آخر بشكل سهل وسلس بدون أي تعقيدات مثل الأنظمة الأخرى نعم إذا كلمنا عن دور مركز صباح الأحمد في دعم هذا المشروع طبعا أنا اشتغلت من قبل سنة مع مركز صباح الأحمد للمهوبة الإبداع اللي هو إحدى مؤسسات مؤسسة الكويت التغذب العلمي وكان لهم دور كبير جدا في نجاح المشروع فبالتعاون معهم قدمت براءة اختراع لأمريكا الآن براءة لاحية ما طلعت بس الابليكيشن وصل أرادية ويصبح يصبح لبروستسينج وهم طبعا يدعمون جميع الطاقات الشبابية في الكويت من بداية الفكرة لمن المشروع يكون ناجح والحمد لله هم معي كل المشوار بكل خطوة كانوا موجودين معي ومشجعوني وساعدوني في أي عراق التي كانت تعرضت لها والحين الحمد لله ما خيف ظنهم والمشروع حاليا موجود وموجود على الأرض الواقع ومنتج نعم عسى ربي وفقك إن شاء الله ومن نجاح إلى نجاح آخر وإن شاء الله نشوف اختراعات أكثر في مجالات متعددة أكيد تهمك وتفيد المجتمع شكرا لك المبتكر جاسم مطلق على حضورك وتواجدك معنا اليوم شكرا شكرا لك مشاهدين كانت هذه حلقتنا اليوم نلقاكم على خير إن شاء الله باتر في نفس الموعد شكرا لك سلم شكرا لكم شكرا لكم